انتفاخات تحت العين او انتفاخ الجفن السفلي او الجيوب اللي بتظهر عندنا تحت العين مشكلة عند ناس كتير جدا وبتضيقنا لانها بتأثر على شكل العين وبتدي شكل اكبر في السن وهذا هنتكلم عن طرق طبيعية فعالة جدا نحس معها بفرق من اول مرة بضيع الانتفاخ تماما واتخلي شكل العين رايي وصافي اما دكترا بنا السايد بقدم احطوها خاصة بالشعر والبشرة سحب شكل عام تابعوا معايا الفيديو الاخر طبعا اهم اسباب انتفاخات تحت العين ان انت يكون بتصهار كتير او نوم غير منتظم السبب اللي بعد كده هو ان يكون سبب وراسي ممكن يكون السبب هو احتباس سويل تحت الجلد لو انت مثلا بتاكل حاجات فيها ملح كتير زي ما بيحصل عندنا احتباس للساويل في البطن وفي الفاخدين برضو بيحصل عندنا في منطقة تحت العين برضو من اهم الاسباب انت بتستخدمي كونسيلر بشكل مكسف وممكن يكون كمان الكونسيلر ده جودته مش كويسة وان انت كمان ما بتهتميش ان انت تمسحي بواقع الميكوب من منطقة تحت العين بشكل كويس ممكن تكوني بتنامي بالميكوب او بتستخدمي زيوت عشان تشل الميكوب تحت العين ودي حاجة اصلا مش صحية خلص لمنطقة تحت العين. ممكن يكون عندك حساسية او التهاب الجيوب الانفية. التهاب الجيوب الانفية بيعمل زي تجويف كده في الجزئية دي. فبيخلي منظر الحتة دي كأنها بارس شوية. او كمان لو انت عندك حساسية زي الحساسية اللي بتزهل للناس في الربيع او في الخريف لاي مؤثر موجودة عندنا في الجو. ده بيساعد على انتفاخ عندك في منطقة العين. والجفون عندك بتبدأ تتورم. طبعا عشان نعالج الموضوع لازم كل الغلطات اللي انت بتعمليها قبل كده تبدأ ان انت تعالجيها. لازم تشرب مية كتير عشان تتخلص من اي سوايل تحت الجلد. لازم تقلل الملح في اكلك. كلم بقى عن اهم مكونات عندنا. اي كريمات من الصيدلية ممكن نجيبها تساعدنا في الموضوع. وبعد جدنا هنتكلم عن الوصفة الطبيعية معنا. المكونات الطبيعية اللي ممكن تساعدنا في الموضوع ده هي اول حاجة طبعا الكافين. الكافين قابض الاوعياء الدموية. وبيسهل عندنا على تقلل الاحتقان تحت العين. لان اوقات كتير بيكون سبب المنزر ده هو ان الاوعياء الدموية اللي في المكان ده وسعت وبدأ يحصل ركود للدورة الدموية في المكان. من المكونات برضو اللي بتبقى فعالة جدا للانتفاخات تحت العين هي حاجة اسمها التاننز. زي اللي موجودة عندنا فيه الشاي الاخضر. خاصة ال اي جي سي جي. تاننز والكافين دول اكتر مكونين فعالين للانتفاخات تحت العين. من الكريمات الكويسة جدا لانتفاخ تحت العين هو الكريم ده من اس ام. الكريم ده فكرته ان هو فيه مادة بتنشط الدورة الدموية في المكان اسمها الهزبردين. فيه خلاصة طبعية. الخلاصة دي بتحتوي على تركيز عالي من التانن. دي برضو بتساعد على تحسين انتفاخات تحت العين. الكريم ده سعره مية وسبعين جنيه وتقدر تجيبه من اي صيدلية. دي كمان محلول تاني من شركة فعال جدا لانه فيه تركيز عالي من الكافين. وكمان اه فيه التانن اللي احنا اتكلمنا عليه. تستخدمي معاها كريم مرتب لانه مش بيرتب تحت العين. لو انا بقى مش عايز اجيب الكريم ده ولا عايز اجيب المحلول ده وعايز احايا جدا اقتصادية تحلل المشكلة دي باقل التكاليف. تستخدمي وصفة طبعية اللي احنا هنعملها مع بعض. الوصفة دي بتعتمد فيها ان احنا هنحاول نعمل تركيز عالي من المكونات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الكافين والتانن. هي دي الوصفة اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة ودي فكرتها ان احنا بنعمل خلاصة طبعية بتركيز عالي من القهوة عشان الكافين اللي فيها ومن الشاي اللي اخدر عشان التانن اللي فيها زي ما احنا قلنا. الوصفة بتاعتنا دي مزيتها ان هي بتبقى في شكل باز كده. فبنقدر ان احنا نقص الباز دي نصين ونحط جزء على العين دي وجزء على العين دي كأننا بنعمل لمسك بمواد مركزة فعالة وطبيعية لعلاج انتفاخات تحت العين ومنسيبها على منطقة تحت العين لمدة عشر دقايق وبعد كده بنغسلها. بلا نحضر الوصفة دي مع بعض. هنحتاج برطمان ازاز صغير يكون متعاكم كويس. وهنحتاج كمان آآ معلقتين صغيرين من القهوة الخام اللي مش موجودة عليها اي اضافات. وكمان باكتتين او تلاتة من الشاي اللي اخدر. كمان كيس ميا مقطرة من السيطلية. هنبدأ نضيف المكونات كلها على بعض عشان نغليهم مع بعض بس الباكت بتاع الشاي الاخدر انا بس قطعت الفتلة بتاعته وحطيته زي ما هو عشان ما يتعبنش بعد كده في التصفية بتاعته. وبعد ما يبدأوا يغلوا مع بعض كويس هبدأ ان انا اطفي عليهم واصف فيهم طبعا مش هينزل معايا البوائب بتاعة القهوة. بعد كده باستنى ما المكونات بتاع دي تبرد تماما. بعد كده بابدأ اجيب البادز اللي هي بتاعة ازالة الميكوب دي. وبابدأ ان انا اضيفها عندي على البرتمان بتاعي وتأكد انها تغطت بالوصفة الطبيعية بتاعتي الاخر. وبغطي البرتمان بتاعي البرتمان ده بيتحافز في التلاجة مش في الفريزر. يعني في التلاجة العادية في اول رف عندنا تحت الفريزر. بابدأ استخدم الوصفة دي تاني يوم من التحضير عشان اتأكد ان كل منديل امتص الوصفة كويس وبقيت اقدر افصله عن المنديل اللي تحته. واقدر ان انا اقصه جزئين واستخدمه تحت العين كماسك في مواد فعالة تقلل عندي الانتفاخات والاحتقان اللي موجود تحت العين. الوصفة دي ممكن في البداية نستخدمها مرة يوميا وبعد كده ممكن نستخدمها مرتين بس في الاسبوع. مدة حفظ الوصفة اسبوع واحد في التلاجة. انا مش بفضل ان الوصفة دي تتعمل بمكعبات التلج لان مكعبات التلج دي حاجة بردة جدا انها تتحط تحت العين. ممكن معلوقتي تعمل التهابات. لكن هنا عندي درجة البرودة معقولة تحت العين عندي يقدر ان هو يستحملها. كمان الموضوع ان احنا عملينها في شكل زي منديل كده او ماسك. ده بيخلي الانتصاص بتاع المواد الفعال احسن. في بعد كده النوع بقى انتفاخات لمنطقة تحت العين. بيبقى للاسف سببه هو تجمع دهون في الجفن السفلي. للاسف الموضوع ده بيبقى حلو هو الجراحة. بس كده لو الفيديو عجبكوا وقسميتوا اي معلومة جده بالنسبة لكم. ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا بجرس عشان نوصل لكم كل جديد وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان نوصل لك بالقدر من الناس واستفالوا. اشوف كم على خير بإذن الله في فيديو جديد.